كجزء من حملة أكتوبر الوردي الهادفة إلى نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه أقام مستشفى توام فعالية توعوية في حديقة الطوية العامة بمدينة العين وتأتي الفعالية تتويجا لأنشطة صحة التوعوية في إمارة أبوظبي خلال شهر أكتوبر تضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية والتفاعلية التي سلطت الضوء على أهمية تبني نمط حياة صحي كان من أبرز فعلياتها مسيرة المشي من أجل الأمل كما تخلل الحدث أنشطة رياضية تسجيعية تتيح للحضور فرصة ممارسة الرياضة والتعرف على فوائدها في الوقاية من الأمراض إضافة إلى أركان تثقيفية حول التغذية الصحية والرياضة وقد خصصت عدة أركان داخل الفعالية للسيدات حيث أتيحت لهن فرصة لقاء محاربات وناجيات من سرطان الثدي اللواتي شاركنا قصصهن وتجاربهن الملهمة كما تضمنت الفعالية استشارات طبية مجانية وخدمات تصوير شعاع للثدي الماموغرام مجانا بهدف التسجيع على الفحص الدوري والكشف المبكر شملت الفعالية أيضا ورش عمل ومحاضرات قدمها نخبة من أطباء مستشفى توام والمتخصصون في مجال الأورام